نعم تمت القراءة الأولى لجائحة كورونا وأيضا قدمت الفقرة خمسة وحلت محل الفقرة واحد قانون الناجيات الأزيديات والأقليات وهذا قانون جدا مهم تم المضي والتسويت عليه حتى نضمن حقوق كل من تم سلب حقوقها سواء كانت اختصاب أو بيع أو ما شابه ذلك من الأخوات الأزيديات وأيضا الأقليات لشمل الشبك والتركمان والشيعة والسنة وتم تضمين بعض الفقرات وهذه الفقرات مهمة جدا هي إعطاء راتب لمدة عشر سنوات وأيضا شمولهم بالتعيين بنسبة 2% وأيضا توفير قطع أراضي لهؤلاء الناس العزل وبفضل الله تعالى يعد هذا إنجاز لقبة مجلس النواب حتى نضمن حقوق جميع العراقين سواء كان من الأقليات أو الأكثرية أما موضوع جاءة كورونا الكل يعلم اليوم ارتفاع واضح في عدد الإصابات هناك أموال خصوصة لوزاة الصحة لمواجهة هذا الوضاء تصاعدت عدد الإصابات في جميع المحافظات وصلت لحد أكثر من 4000 أصابة يوميا هناك سقف زمني لجلب اللقاح وتوزيع اللقاح على العشوائيات والمناطق النائية حسب المطالب الجماهيرية حتى يتم العدل والمساواة بين جميع محافظات العراق ولا نستثني سين من صاد وإن شاء الله ماضين الأخوة في وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية بهذه المعايير نعم طيب يعني هو قانون جائحة كورونا طبعا كما ذكرت بأنه من الضروري أن يقر هذا القانون أولا ما هو سقف زمني لإقراره هل سيقر في القريب العاجل ثانيا بنود هذا القانون هل هي فقط حفظ حقوق الشركات المصدرة للقاح وعدم مسألتها قانونية أم هناك بنود أخرى للتوضيح هناك خلية أزمة شكلت برئاسة السيد النائب الأول الأستاذ حسن الكعبي في بداية جائحة كورونا قبل أكثر من عام والنائب هو رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية والسيد وزير الصحة هناك معايير وضعت من قبل الجهات المختصة من رئاسة لجنة الصحة والبيئة النيابية وأيضا وزارة الصحة ورئيس خلية الأزمة السيد حسن الكعبي بخصوص هذا الموضوع سواء كان الشركات أو اللقاح أو ما شابه ذلك وما أظن إن شاء الله بدعم موضوع اللقاح ودعم كل مستنزمات التصدي لجاهة كورونا يعني سيقرف القريب العاجل إن شاء الله من المحتمل السبوع المقبل أو السبوع الحالي هو القانون خاص بالشركات حماية الشركات من مضاعفات اللقاح حتى نكون ماضحين أنا مختصاصي طيب أنا رئيس الجنة الزراعة بس بالآفاق اللي يدور داخل قبة مجس النوا وإحنا مع الأخوة في خلية الأزمة ويشوف اللي جاء يدور لا من خلال القراءة الأولى سيد السلام هو هذا يصير ضمان للشركات ولمستخدمين اللقاح حتى نضمن عدم مضارة اللقاح وأيضا سلامة الشركات المنتجة أو المجهزة طيب إذا نمر بالحديث عن الموازنة وكما أسلفنا كان الحديث يجري عن قراءة أولى لقانون جائحة كورونا وأيضا التصويت على قانون الناجيات الإيزيديات لكن الموازنة سحبتنا للحديث عن هذا الموضوع ربما تابعت معنا في نقل مباشر من داخل مجلس النواب مع مراسلنا أحمد عرام لا زالت العقدة كما هي عقدة حصة الإقليم لكن لربما هناك حديث آخر أنه ليس فقط حصة الإقليم هي العائق أمام تمرير الموازنة هل من مشكلات أخرى؟ أخي العزيز الحكومة أرسلت الموازنة ب164 تريليون دينار عراقي يعني ما يقارب 130 مليار دولار وهذا المبلغ مبلغ يعني مبالغ به جدا لدى الأخوة في اللجنة المالية والرؤساء اللجان وأيضا رئاسة المجلس أن تضغط النفقات الحاكمة حتى تصل لـ 100 أو 110 مليار دينار عراقي أو تريليون دينار عراقي حتى لا نكبل الأجيال المستقبلية اليوم هناك اقتراض داخلي وخارجي لحد هذه اللحظة لم يحسن في العام السابق تم توقيف عام 2018 تم توقيف الاقتراض الخارجي والاكتفاء بالاقتراض الداخلي حتى لا نكبل الأجيال المستقبلية عبء هذا الاقتراض هناك فوائد كبيرة على هذا الاقتراض اليوم هناك ورقة إصلاح نعم نسمع بورقة الإصلاح لكن لحد هذه اللحظة لم تفعل ولم تعظم الموارد على أرض الواقع يعني اليوم ضمان حقوق المزارعين بعد اللتا واللتا والمفاوضات مع الأخوة في اللجنة المالية تم تضمين حقوق المزارعين عن نفقات الحاكمة ومن أهمها والكل يعلم العراق وصل للاكتفاء ذات المحاصلة استراتيجية ومن أهمها محصولي الحنطة والشعير بعدما كان العراق مستوردا لا مصدرا لمحصول الحنطة يستورد أكثر من 5 مليون طن بفضل الله تعالى والضغط ودعم القطاع القطاع الزراعي وصلنا لإيرادة أكثر من 5 مليون طن وهو ما يحتاجه العراق اليوم كانت في السابق الفائض من الموازنة يعطى للفلاح نعم ونلاحظ هناك مستحقات المزارعين من عام 2014 و15 و16 في المحاصلات الغربية نعم اليوم ضمننا مستحقات المزارعين ضمن النفقات الحاكمة يعني أسوة بالراتب الموظف طيب هذه نقطة مهمة تضمين حقوق الفلاحين لكن مشكلات هذه الموازنة شخصت من بداية كشفها لمجلس النواب وكشفت أيضا على الرأي العام ومن كلامك تقول بأن حتى الآن لم تحسم الكثير من النقاط وأهمها الاقتراض الداخلي والخارجي هل معنى ذلك بأنها ستمرر بدون تصليحات بهذه الأهمية؟ الأخوة في اللجنة المالية أبلوا بلاء حسن وأيضا رؤساء اللجان كل من حسب لجنته يعني اليوم اللجنة الزراعية ولجنة الخدمات وكل اللجان عاملة كخلية نحل حتى تضمن الفقرات التي تمضي وتفعل الوزارات المعنية اللي تابع لهاي اللجان الأخوة في اللجنة المالية قاموا بضغط النفقات وخير دليل الحكومة طلبت من مجلس النواب اقتراض داخلي وخارجي أكثر من 45 تريليون دينار تم ضغط هذا الاقتراض للـ 15 تريليون ومضينا بالتصويت حتى نمرر التشغيلية الواحد على 12 وضمان الرواتب وضمان الرواتب المتقاعدين أيضا طيب أسألك خلل في هذه الموازنة وهو كبير هو تخصيصات المحافظات لم تكن متكافئة ولم تكن مبنية على أساس الكثافة السكانية في المحافظات لم يعدل ذلك؟ يعني في الحسبان والمتعارف عليه في الموازنات السابقة والحالية تخصص المحافظات كل من حسب تعداد السكاني وهناك مشاريع تنفذ في المحافظة استثمارية أو تشغيلية وفيها نسبة إنجاز تتجاوز الـ 50% اعتبرون هذا المشاريع مستمرة وتخصص أموال لهذه المشاريع حتى تنضي المشاريع ونضمن عدم اندثار هذه المشاريع وتقدم المحافظة التي انشئ فيها مشاريع تجاوز الـ 50% حتى لا نرجع لنقدة الصفر اليوم المشروع الذي نسبته 50% عندما يترك يرجع إلى نسبة اندثار ويصبح تصبح نسبة إنجازة من 20% إلى 25% سلام في الأخبار الواردة إلينا رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي يقول أن رئاسة البرلمان ستجتمع غدا مع قادة الكتل السياسية لحسب القوانين العالقة وأهمها قانون الموازنة المتبقي من القوانين خصوصا الموازنة سيحسن في اجتماع الغد إذا ما نظرنا إلى سلسلة اجتماعات سبقتهم أخي العزيز أغلب القوانين التي طرحت إلى رئاسة مجلس النواب عطلت بسبب عرض الموازنة هناك اجتماعات مكثفة نهارية وليلية في كل اللجان لحسم هذا الملف الشائك اليوم إذ لم تمرر الموازنة لا توجد هناك حسابات ختامية وهذا مؤشر جدا خطير على الأخوة رؤساء الكتل والكل يسعى لتمرير الموازنة لتمرير متطلبات الموظف وتمرير متطلبات المواطن العراقي البسيطة اليوم الكل متوقف على إقرار الموازنة حتى القوانين التي رفعت إلى رئاسة مجلس النواب وقفت بسبب عدم تمرير الموازنة اليوم ما ظن إن شاء الله بتذليل هذه العقبات وتمرير الموازنة تحت أي مسمى ترجمة نانسي قنقر